أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيدي الملك بهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر أن ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واجعلنا هجوما للشياطين وأعتدنا لهم قذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أرقوا فيها سمعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما أرقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يقشون ربهم بالغيب لهم معفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أو جاءوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فمشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسب بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الضير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لج في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على مجيء أهدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فإنما أنا لديهم مبين فلما رأوا يزل فتنسينت مجوم الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أن رحمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير ممنون فإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربته وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدعنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاه بنميم منع للخير معتد يثيم عتل بعد ذلك زليم أنجال ذا مال وبنين إذا تتنا علي آياتنا قال أساقير الأولين سنسموا على الخرطوم إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا نصبحين ولا يستثنون فطاف علينا طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين أن يهدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأواها قالوا إنا لظالون بل لحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناوهون قالوا يا بيلنا إنا كنا طاهين عسى ربنا أن يجد لنا خيرا منها إنا إلى ربنا يراعبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لم كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بادرة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركات فليأتوا بشركاتهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فاشعة أبصار ترعبهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكلب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسالهم أجرا فهم من مورم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجاله من الصالحين فإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سميعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما ندراك ما الحاقة كذبت ثمود عاد بالقادرة فأما ثمود فأولك بالدرية فأما عادوا فأولكوا برح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم عجاج نخل خابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمهتفكات بالخاضية فعسوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طول ما نحملت إنا لما طول ما نحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعياء أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ ما هي فالملك على أرجائها ويحمل عن شرمك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تورضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاكم قرأوا كتابي إني ظننت أني مناغ حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية توكلوا أشرب وليئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فولوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فلا يحفو على طعام المسكين فليس له اليوم آرنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يحفو على طعام المسكين لا يحفو على طعام المسكين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون فلا بقول شاعر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأطاوير لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فإنه لتذكرة للمتقين فإنا لنعلم أن منكم مكذبين فإنه لحسرة على الكافرين فإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صدرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهد وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوين ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظال الزاعة للشوى تدعو من أذبر وتولى وجمع فاوعا إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لتنونهم حافظون إلا على أزواجهم أما ملكت عيمادهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغامراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم يماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم طائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مرضعين عن اليمين وعن الشمال عسين أيطمع كل مر منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلموهم فلا أغسم برب المشارق والموارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسوقين فذرهم يغوضوا وينعبوا حتى يناهوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كانهم إلى نصب ينفضون خاشعة أبصار كرهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونارا فنم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستنشوا ثيابا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنهم كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنيد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وغن خنبكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباغا واجعل الغمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسركوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجدوا ماله وبلده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا فقالوا لا تذرن آلياتكم ولا تذرن ودا ولا سباعا ولا يرث ويعوق من أسرا وقد أضلوا كثيرا فلا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أورقوا فأنقلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذروا يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب انفر لي ولمالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي أنه استمع لفع من الجن فقالوا إنا سمعناه آلا عجبا يهدينا الرشد فآمنا بي ولن نشرك بربنا أحدا فأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاعبة ولا ولدا فأنه كان يقول سفيرنا على الله شططا فأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزابوهم رهقا فأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا فأنا لمسنا السماء فمجدناها أنيا عرسا شديدا وشوبا فأنا كنا نقعد منها مقاعدا السمع فمن يستمع الآن يجد له شهيدا رصدا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فأنا لا ندري شر مريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا فأنا ضمننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا فأنا لما سمعنا الهدى أمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف يبخسا ولا رهقون فأنا منا المسلمون ومنا القاسدون فمن أستم فأولئك تحروا رشدا فأما القاسدون فكانوا لجهنم عقبا فأن لم استقاموا على الضريقة لأسقيناهم ماءا ودقا لنفتنهم فيه فمن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا سعدا فأن المسارد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما يدعوا ربي ولا أشرك به نعدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أهد من دوني ممتحدا إلا بلعا من الله ورساناته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهن مخالدين فيها أبدا قل إذا رأوا ما يوعظون فسيعلمون من أضعف ناصره وقل عددا قل إن أدري قريب ما تعدونا يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه أصدا ليعلم أن القدر أبلغوا رسانات ربهم وأعطى بما لديهم ورحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمنكم الليل إلا قليلا نصفه أم القسم قليلا أمزد عليه ورد للقمان ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل ياشد وطواق ومقيلا إن لك في النار سبحا طويلا فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمورب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا فاصبروا على ما يقولون وأخجروا ماجرا جميلا فذرني والمكربين أهل النعمة ومأخذهم قليلا إن لدينا أمكانا وجحيما فضعا من ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجفنا رضوا الجبال وكانت الجبال كثيبا مينا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذهم أبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوم أن يجعلوا الذلدان شيبا السماء من فطر به كانوا عنه مفعونا إنا لي تذكره فمن شاء أتخذ إلى ربي سبينا إن ربك يعلم إنك تقوم أدنى من ثلثين ليل ونصفا وثلثا وطارف من الذين معك فالله يغدر الليل والنار علم أن لن ترسوا فتاب عليكم فقره ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتعون من فضل الله يغدرون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقره ما تيسر من واقين الصلاة وآدوا الزكاة واغرضوا الله برضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثركم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصفر فإذا نقر في الناب فذلك يومين يوم عسير قال الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا فجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبهدت له تمهيدا ثم يضمع أن يزيد كلا إنه كان لآياتنا عديدا سأريض سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبسى بسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سعب يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لماحة للبشر عليها تسعة عشر وما أجعل لا أصحاب النار إلا ملائكة وما أجعل لا عندتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستعظن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جدود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلاب القمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسكر إنا لإحترك بل نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتغدم أو يتأخر كل نفس بما كسب الرهين إلا أصحاب اليمين في جنة يتسالون عن المجرمين ما سنككم في سطر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نفوض مع الخارضين وكنا نكرب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من غسرة بل يريد كل أمر منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فما شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهد التقوى وأهد المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا يقسم بيوم القيامة ولا يقسم بالنفس اللوامة أيقسم الإنسان أن لن نجمع عظامة فلا قادرين على أن نسمي بنانة بل يريد الإنسان ليبتر آمامة يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا نارزر إلا إلى ربك يومئذ المستقر ينبر الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقام عذيرا لا تحرك به نسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا برقناه فاتبع رؤانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاللة وتبعون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلوت التراق يبقين من راق وظن أنهم فراق فالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتغلق ثم ذا بين أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن ضفة من مليه يمنا ثم كان عنضة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتنيه فجعلناه سبيعا بصيرا إنا غديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأولانا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين أن يشربون يا عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الضعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ندعمكم لمره الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عدوسا قمطريرا فبقاهم الله شر ذلك اليوم بنقاهم نظرة وسرورا فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا فدانية عليهم ظناها فذلنت بطوفها تذلينا فيطاف عليهم بعانية من فضوة وعكواب كانت طواليرا وواليرا من فروة قدرها تقديرا فيسقع نفيع كأسا كان مزاجها زنجبيلا عنا نفيع تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم عسرتهم لحلوا من ثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحلوا وسابر من فرغا فسقاهم ربهم شرابا طهورا إنا ذا كان لكم جزاء وكان سعركم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك الكرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العالنة ويدرون براءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته فالظالمين عد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم فالمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم غمسة فإذا السماء فرجت فإذا الجبال نسفت فإذا الرسل ققتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل من يوم إذن للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجربين وإذا يوم إذن للمكذبين ألم نخلق من ماء مهيد فاجعلناه في ضرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وين يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلناك يا رواسي شامخات ويسقيناكم ماء كراتا وين يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يؤني من أهلاب إنا تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة سفر وين يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطلون ولا يهزن لهم فيعتدرون وين يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وين يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعون وفواكه مما يشتغون كنوا واشربوا ونيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وين يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وين يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعون لا يركعون وين يومئذ للمكذبين فبأي عديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم